ونشوف فيها رأيه برضو أستاذ وصديق مشترك بنا نشوف لا مش رافضه كممثل تماما لكن رافض اختياره يعني حاسس ان هو زي ما بقولك يعني انا اكره انه انسان يصطنع او يجد في نفسه مادة او سلعة ممكن تباعها للجمهور فيحافظ عليها لاجل هذا انفن ليه شعور بالنشوة للمؤدي يعني المؤدي الفن نفسه او الممثل بيشعر بنشوة معينة في اداء دوره اذا هو حول نفسه لسلعة تجارية تباع عشان يعني زي ما واحد يكون له افه معين او يكون له حركة معينة ده 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 لا علاقة لها بالفن دي تجارة وتجارة رخيصة كمان بتعتمد على جمهور على السعداد ان يقبل هذا الافه مرة واثنين وثلاثة ولكن اعتقد انها عند النقاد وعند المتخصصين تبقى سلعة غير رائعة بالمر فانا ارفض اختياره كده لكن هو على عكس هو عنده مؤهلات مثلا صوته كويس جدا يعني صوته فيه زي ما يقوله فيه جرح كده وفيه شجن من الممكن ان يصل الى القلب يعني اصلي لو خلى مداد الحنجرة من القلب مباشرة من الممكن جدا مثلا صوته يكون شديد التأثير وده برضو هينعكس على وجهه لانه ما عندهش عيوب تمنعه من ال انما المبلغة في تصوير شخصيات واقعية ومبلغة في تصوير الحالة الهسترية لها ده مش ممقط وانا اتصور انه هو يعني مش عارف يعني اشك في انه ليه قراءات في في الطب النفسي او علم نفسك كتير استاذ عاصم بكري الاعلامي انت رأيك ايه والله ما احترامي الاستاذ عاصم لان انا بشوف التلفزيون وبينقش مناقشات موضوعية وحلوة جدا فانا عايز اقول للاستاذ عاصم يريد تاخد شهادة الدكتور عدل صادق والدكتور عكاشة والدكتور رخاوي في محي اسماعيل عشان تعرف ان انا ملم بعلم النفس وكمان هقول لك حاجة هقول له حاجة مهمة جدا ده كاترة الطب النفسي بيعلموا الطلبة ان يرجعوا الى افلام محي اسماعيل النفسية عشان يدرسوا العقدة فارجو ان ده يعني حاجة اوضحها لك يعني اما بالنسبة للتمثيل فانا مقدرش احكم عليك كمزيع لان انا مش من حقي امتلك مخاييس المزيع كمان هو مش من حقه ان يخش في حاجة ابداعية هو ما عرفهاش لما كن بعمل عقدة واحد عنده جنون العظمة عايزنا بقى عادي استحال حكون عادي لازم انفعالات غير عادية على قد عظمة الشخصية افرد بعمل هيتلر هو بيقول انك استثمرته كتير حتى خارج العمل اللي هو؟ العظمة والشخصيات المركبة والشخصيات المعقدة لا يعني انا بتجرب بها انا ولا ايه ولا الادوار دي انا غصت فيها كتير ولا ايه انا مش فاهم انا بقول يعني انك استثمرتها بشكل يعني جبه تجاري لا ياريت انا تجاري وانا بشتغل خالص انا بعمل ادوار اللي بتريحني اللي بحس انها اقدر اعملها لكن يا ريت انت بتشوفني كل ثلاث سنين بعمل فيلم لكن فيلم بيعيش وبيخلد وله جمهوره وله مشاهديه وله وشاهد ليه عمالقة الطب النفسي فهو برضو خاض في حتة ما يعرفهاش يجب ان يعلم انني من مسقفين الكبار في مصر هو رجل اعي ما اقول وما اعملش حاجة لما اكون فاهمها وليه مؤلفات عشان يبقى عارف برضو ان انا ليه مؤلفات قائمة على علم النفس التحليلي انا دلوقتي خلاص يعني دلوقتي تلاتين سنة اكاد اكون عملت يعني مدرسة مش مدرسة طيار باسمي لان المدرسة لازم يكون فا تلاميذ وكذا انما طيار عشان يبقى ايه محددين علميا عشان ما يطلعش حد يقول الحاجات اللي احنا عرفان في كتير يحب اللو و او و او يعني حرب يحبشوا دون علم يعني محش